اشتركوا في القناة طيب زوجها لا يصلي أختها تعيش في بلاد أوروبية وزوجها لا يصلي ولا يصوم ويدخل الخمر أقول هذه مصيبة كبرى أسأل الله أن يعينها وأن يهدي زوجها وأن يصلح حالهم لأن هذه كارثة يعني فساد الدين من أعظم ما يعاني منه الإنسان إذا كان هذا مع شريك حياته لأنه الذي يعاشره ويصبح ويمسي معه ويلتصق به فإذا كان فاسدا في دينه تكون مشكلة كبرى ولذلك جاء في الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه فجعل الدين مقدما فصلاح الدين هو من أعظم المعايير التي تستقم بها الحياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لربع كما في حديث نبي هريرة بمالها وحسبها وجمالها ودينها ثم قال فظفر بذات الدين لأن الأوصاف الأخرى صح هي مطلوبة وفيها خير وتعطي الإنسان نوع من السعادة لكن لا يمكن أن يسعد مع خلوي الدين ولو اتصف الآخر بالأوصاف كلها فوصيتي لأختي بأن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله وأن تناصح هذا الزوج لعله يكف عن غيه بترك صلاة وصيامه سأل الله له الهداية والعفو والعافية إذن وصيتي لها بأن تصبر على أن من العلماء من يرى أن ترك الصلاة كفر وهذا القول مبني على حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ليس بين الرجل والشركة والكفر إلا ترك الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا الأمر الخطير الكبير نصيحة لها بأن تتعاهده وأن تنصح لعل الله أن يهديه لكن من حيث لو قالت والله أنا لا أستطيع أن أبقى معه أو أرغب هل يجوز لي أن أطلب الطلاق نقول إذا كان الرجل يخل بصلاة واحدة فإن هذا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق لأن هذا من فساد الدين وهذا عذر مبيح لطلب الفراق لكن نحن نقول إذا كان يمكن أن تدوم الحياة وتصبر معه وتتعاهديه لعل الله أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يرده فهذا خير أما مسألة الحكم بالكفر على تارك الصلاة فهذه وإن كانت المسألة خلافية خلافية بين العلماء لكن على القول بأن تارك الصلاة كافر لا بد من أن يكون هناك من يحكم بهذا وليس مجرد أن يكون إنسان يرى شخص ما يصلي فيحكم عليه بالكفر بل لا بد من أن يكون هذا بعد استدعائه واستتابته وبيان أنه إن لم يترك فهو كافر فيثبته حكم الكفر ترجمة نانسي قنقر